رئيسة جمهورية الهند تستقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي في القصر الجمهوري بنيو دالهي رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين بلينكين يؤكد احتفاظ بوتين بأسلحة متطورة تحسبا لدخول الحرب ضد نيتو وبايدن يؤكد ضرورة من عند لعي حرب عالمية ثالثة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريميج نرشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في المجالات كافة جاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية للهندي كضيف شرف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي لتوطيد ودعم تلك الرغبط الوثيقة اشتركوا في القناة استقبلت السيدة دروبا ديمورمو رئيسة جمهورية الهند الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر راشترا باتي بهفان الجمهوري بنيو ديهي صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يأتي هذا اللقاء الرئاسي ضمن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي للهند كضيف شرف الاحتفال بيوم الجمهورية الهندي اوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندية نارين رامودي استعرضت العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري واشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي الى انه تم التأكيد على مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الانتاجية للبلدين لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت اليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي حيث اكدنا مواصلة العمل لجهزة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الانتاجية والتصدرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف البجلات لا سيامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لم استهمن عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على موصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بدخل استثمارات في مصر ومن ناحية الأخرى تفقت رؤانا على تعزيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شركات في مجالات جديدة ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الإدروجين الأخضر واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكبويات والأسمدة والأدوية والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السبراني وأكد رئيس سيسي أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية وشدد رئيس سيسي خلال المؤتمر الصحفي على أن التوالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات كان التعاون في مجال الدفاع على جدوى الأعمال المباحثات اليوم فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك كما دار نقاش المعمق ومسمر بين وبين دولة رئيس الوزراء حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتدعياتها على الدول الإنمية بشكل خاص وتتبقى تقديراتنا حول أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدرتها على مجابعة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات وتنوالنا أيضا السبل المسلى لمكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف إذا أن لدينا وجهة نظر مشتركة في هذا الصدد وأن التعاون معا سوف يعينه على القضاء على العنف لأن انتشار العنف والإرهاب والفكر المتطرف يمثل تهديدا حقيقيا ليس فقط لبلدين ولكن لكافة الدول في جميع أنحاء العالم وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات شهدت استعراض نتائج القمة العالمية للمناخ بشارم الشيخ كوف 27 خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية كما أعرب الرئيس السيسي عن شكره لدعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023 كما استعراضت مع دولة رئيس الوزراء ما أسفرت عنه القمة العالمية للمناخ كوف 27 بشارم الشيخ من نتائج مهمة خاصة ما يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المترتبة على التغيرات المناخية لا سيما في الدول النيمية التي تحاني فيها البنية التحتية من الضعف وعدم القدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية وقد قدمت بالشكر لدورة رئيس الوزراء على دعوة مصر للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية لعام 2023 وأكدت له أن مصر لن تتدخر جهدا من أجل دفع المحادثات في الاتجاه البناء سعيا لتحقيق تطلعات دول الجنوب وبما يتيح التوصل لطرق فعالة لمواجهة أزمات الطاقة وتغير المناخ ونقص الغذاء وشح التمويل من أجل التنمية وتراكم الديون المستحقة على الدول النيمية فتلك قضايا ندعوها على رأس أولوياتنا سعيا لإعادة الاستقرار والتوازن إلى البيئة الاقتصادية الدولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من العاصمة الهندية نيو ديلي موفد التلفزيون المصري محمد عبدالله محمد بعد التحية ضعنا في تفاصيل ما شهده اليوم من محطات خلال هذه زيارة لرئيس عبدالفتاح سيسي للهند وايضا ما هو متوقع من لقاءات خلال الساعات القادمة نعم ليلة يعني حقيقة ما شهدته نيو ديلي اليوم يمثل علامة فرقة في تاريخ العلاقات المصرية الهندية كان جدول السيد الرئيس اليوم حافل ولازال مستمرا حتى هذه اللحظات في تلك الاوين هناك عشاء عمل رسمي يتم لسيد الرئيس بالقصر الرئيسي هنا بنيو ديلي موفد التلفزيون المصري محمد عبدالفتاح سيسي للهندية قبل هذا العشاء الرسمي سبق جدول الأعمال كانت ابتدأ منذ الصباح الباكر بزيارة رسمية للسيد الرئيس واستقبال رسمي من جانب رئيسة الجمهورية الهندية ورئيس الوزراء الهندي في القصر الجمهوري ثم لقاء سيد الرئيس مع رئيس الوزراء الهندي في مقر الحكومة الهندية ولقاء سيد الرئيس أيضا مع وزير الخارجية الهندي وكان هناك لقاء قبل ختام أعمال اليوم كان هناك لقاء هام مع قضاء سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الشركات والمكبار المستثمرين الهنود هنا والذي كان بي علامات بارزة تمت خلال هذا اللقاء لكن مجمل الصورة وانعكاس هذه الصورة هو وصول العلاقات المصرية الهندية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية هذا الأمر سوف يدفع العلاقات قدما ما بين الطرفين المصرية والهندية في شتى المجالات سيأخذه خطوات إلى الأمام وهذا ما ظهر جليا من خلال عدد من الاتفاقيات التي تم توقعها وكان هناك تركيز كبير على مجال الأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات ونحن نعلم التطور الهندي في هذا المجال ومن ثم استفادت الجانب المصري من هذا المجال فيما تعلق بتواجد استثمارات هندية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوطين هذه الصناعة والخبرات التي يمكن أن تنتقل من الهند إلى الجانب المصري في هذا المجال هذا شيء غام للغاية هناك أيضا ملفات أخرى ستأخذ منحدرا كبيرا للأعلى خلال الفترة القادمة وهو ما كزيارة سيد رئيس عبد الفتاح أسيسي إلى الهند دفعت هذه الملفات قدما إلى الأمام الملف التعاون العسكري سوف يأخذ خطوات هامة جدا خلال الفترة القادمة واستمرارا على التواصل المستمر والمناورات العسكريية والتعاون الذي يتم ما بين الجانب المصري والجانب الهندي فيما تعلق بتبادل المعلومات للتعاون مع المنظمات الإرهابية وأيضا تأمين الأمن السبراني فيما تعلق بالاتصالات هناك أيضا ملف خامس فيقص أيضا دعما من جانب الطرفين هو ملف الاستثمارات هناك اتفاق ما بين الجانبين المصري والهندي سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي اتفق مع رئيس الوزراء الهندي بزيادة حجم الاستثمارات خلال 5 سنوات المقبلة إلى 12 مليار دولار هذا بعيدا عن الاستثمار في مجال هيدروجين الأخضر وفي مجالات أخرى يريد الجانب الهندي أن يستثمر بها حينما تحدثنا مع رجال الأعمال والمستثمرون الهنود هناك رغبة شديدة منهم للغاية وهو ما لمسناه بعد انتهاء المؤتمر بعد انتهاء المؤتمر المستدير التي شرف حضرها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى الوزراء المعنيين شهدناهم هم يتحدثون بحماسة عن الاستثمار في مصر يتحدثون مع الوزراء المعنيين الذين كانوا محضرين عدد من الملفات لدعم عملية الاستثمار في مصر وعرضها على رجال الأعمال الهنود هناك حماسة كبيرة من الجانب الهندي لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة ما بين الجانبين وبالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجمل الزيارة حتى هذه اللحظة أتت في مريخة استطاعت أن ترفع العلاقات المصرية الهندية إلى رحاب أوسع وإلى علاقات استراتيجية نعم ليلة نعم أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من يودالهي وينضم إلينا من العاصمة الهندي أن يودالهي موفد التلفزيون المصري على رشوان على بعض التحية كيف تتداول الأوساط الشعبية والرسمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند؟ نعم أصداء إيجابية بالغاية لأن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتبطت بالأساس بدعوة رسمية وجهها لسيادته رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لحضور الاحتفالات القومية الوطنية الكبرى بمناسبة عيد الجمهورية على أن يكون السيد الرئيس هو ضيف الهند أو ضيف هذه الاحتفالات الرئيسية في سابقها هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الهندية لم يسبق أن تم دعوة رئيس مصري إلى حضور هذه الاحتفالات بصفته ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاحتفالات وهو ما انعكس على حالة الترحيب الشديدة التي لمسناها داخل أوساط الشعبية خاصة وأن هناك ترحيب بالزيارة قبيل بدء هذه الزيارة شاهدنا انتشار الأعلام المصرية في كل الشوارع الرئيسية والميادين صورة السيد الرئيس تزين هذه أيضا الشوارع الرئيسية والميادين إلى جانب صورة رئيس الوزراء الهندي في لافتات كبيرة كتب عليها مرحبا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا كريما في الهند هذه أيضا اللفتات التي تتوالى مع بداية هذه الزيارة حتى الآن كان آخرها يعني مشاركة السيد الرئيس في دعوة عشاء رسمية وجهها لسيادته رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بقصر رئاسة الوزراء بحيدر أباد على شرف زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لفتة لتكريم وتخضير هذه الزيارة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي الشعب الهندي يرى في مصر شريك منذ ألاف السنين البلدان يتشاركان في امتلاكهما لحضارات عريقة تمتد جذرها إلى ألاف السنوات حضارات الشرق الأدنى بالإضافة إلى أيضا نظرة الشعب الهندي إلى الشعب المصري على أنه شعب مسالم شعب يسع إلى الاستقرار والتنمية وهنا تتشابه التجربتان التنموياتان في كل من مصر والهند خاصة في الثماني سنوات الأخيرة إذا علمنا أن تولى الحكم نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي تولى الحكم في عام 2014 وهو نفس العام الذي تولى فيه السيد الرئيس كلا الرجلان سعيا إلى إطلاق مبادرات إصلاحية وبرامج اقتصادية إصلاحية تماما كما حدث في مصر سعى رئيس الوزراء الهندي إلى إطلاق برنامج إصلاحي اقتصادي فكلا التجربتان المصرية والهندية تتشابهان في الكثير من العوامل المشتركة كلا البلدان يمتلكان موارد بشرية هائلة وموارد أيضا طبيعية هائلة من هنا جاءت نظرة التقدير والإعجاب من الشعب الهندي إلى التجربة التنموية المصرية لتشاركها في كثير من المواضع مع التجربة الهندية التنموية وأيضا سعي الشعب الهندي إلى اتخاذ واستثمار الموقع الجغرافي الفريد لمصر انطلاقا إلى الشرق المتوسط ومنطقة أيضا جنوب وشمال إفريقيا لإعادة توطين الصناعات الهندية ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى هذه الأسواق التي تستحوز على مليار وثلاثمائة مليون نسمة يستهدفها المنتجات الصينية ويستهدف أيضا من وراء انطلاق هذه المنتجات عبر البوابة المصرية يستهدف أيضا إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة أن هناك حزم تشجعية واستثمارية كثيرة أطلقت الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة تضاف إلى أيضا مناطق لوجستية أصبحت جاهزة لاستقبال هذه الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات ربما أبرزها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الزكاء الاصطناعي الزراعة تحلية المياه بالإضافة إلى صناعات الدوائية وأيضا الصناعات الغذائية التجربتان المصرية والمصرية إذن هي نقاط طلاقي كثيرة بين مصر والهند في العديد من الاستثمارات أشكرك شكرا جزيلا على رشوان موفد التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من يودالي وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاقد جلسة مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندين رندرامودي حيث أكد على اهتمام مصر المتبادل بتطوير العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات واستمر التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث أرحب الرئيس السيسي بتعظيم التعاون مع الهند خاصة على المستوى العسكري والاقتصادي من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن تقدير بلاده للقيادة الحكيمة للرئيس السيسي التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر وكذلك لنهضة التنووية غير المسبوقة التي تشهدها مبديا تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وأشاد رئيس وزراء الهند بدور مصر الإيجابي في إطار العمل على التسوية السياسية للأزمات القائمة في محيطها الإقليمي فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح أعرب رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي عن سعادته بالترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف نارين رامودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن الترحيب بإجراء محادثات مع الرئيس السيسي لتعزيز التعاون بين الهند ومصر وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي نارين رامودي توقيع عدد من الاتفاقيات بدار الضياف الحكومية قصر حيدر أباد بالعاصمة الهندية نيو ديلهي وشملت الاتفاقيات توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والشباب ورياضة والإذاعة والثقفة هذا وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيو ديلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود على رأسهم وزير التجارة والصناعة وأشار الرئيس السيسي خلال اللقاء بتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وأوضح الرئيس السيسي أن الصمودة والصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع كبار رجال الأعمال الهنود الذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر والتجديد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الهندية الرائدة على تعزيز استثماراتها واستكشاف فرص جديدة للاستثمار وأشاد رجال الأعمال الهنود بالإجراءات المصرية المتخذة لتسهيل عمل الشركات الهندية في مصر وللمزيد من المتابع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بعد التحية وكيف تبعت ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند أهمية هذه الزيارة وهذا الزخم والحرص على تبادل العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي مساء الخير لحضراتكم زيارة في غاية الأهمية زيارة السيدة الرئيس خاصة أنها تحمل العديد من الملفات في لقاء فخامة الرئيس مع رئيس وزراء الهند الرئيس بيحمل معه طبعا أطشب التمنيات للشعب الهندي وترحيب كبير جدا من الهند لفخامة الرئيس خاصة في الوقت الراهن بدائما إعياد الهند اليوم بيوم الجمهورية وأيضا قمة العشرين التي هي الهند ترأس مجموعة العشرين في العام الحالي طبعا العديد من الملفات بيتخذها السيدة الرئيس في ضوء المتغيرات العالمية وأيضا كيفية زيادة حجم التبادل التجاري وأيضا كمان إزاي يكون فيه ارتقاء بالتعاون المصري الهندي وطبعا نعلم جيدا أن فيه علاقات مميزة بين مصر والهند منذ عشرات السنين ومصر والهند الشركاء في قمة عدم الانحياز اللي احنا بنشوفه النهاردة فخامة الرئيس بيعرض كيفية الموقف الاقتصادي المصري وقد إيه التنجاحات اللي مصر بتحققها خلال التمن تسع سنوات الماضية في تكوين بنية اقتصادية كبيرة أمام أهم مجتمع رجال أعمال في الهند وأيضا هذا النقاش تم التواصل مع الحكومة الهندية ونعلم أن كمان تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الحكومة الهندية من أهمها يعني الاتفاقيات عن المعلومات وخلاف الثقافة والرياضة وخلاف هذا الأمر الآخر هي الملف السياحة الهندية وكيفية أن مصر النهاردة بقت قبلة من الأهم الأوجه السياحية في العالم سواء من الصين أو من الهند أو روسيا فهذا بيشجع كمان المستثمرين في العالم لدخولهم في الاستثمار في القطاع السياحي وليس فقط في السياحة الهندية أو سياحة الرحلات فقط لغيره ملف رجال الأعمال النهاردة كان الغالب في نقاش في غاية المصرحة والمكشفة من فقمت الرئيس هذا ما اعتدنا عليه ناقش العديد من رجال الأعمال الموقف المصري في قضايا الطاقة وزيادة الاستثمار وأيضا كمان في أمن المعلومات والبنية التحتية التي تتطور يوم بعد يوم في مصر فالضريفا شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير لاقتصادية كانت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي قد استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي بصاحة القصر الرئاسي الهندي وخلال الاستقبال تقدم الرئيس سيسي بالتهنئة إلى حكومة وشعب الهند بمناسبة احتفال الهند بيوم الجمهورية معربا عن تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال والمشاركة في هذه الاحتفالات هذا العام كضيف شرف والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي كلمته عقب مراسم الاستقبال أكد الرئيس سيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت ولا تزال راسخة معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة وأوضح الرئيس سيسي أن مصر تنظر بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة اسمحوا أن أقول لكم أننا من خلال هذه الزيارة نتطلع إلى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافة المجالات وصولا إلى إشراكة استراتيجية بين البلدين ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمصار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير واللجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة نحن نظر بمكتابة إلى تحقيق التنمية المستدامة للإنديا وكل تنمية المستدامة والتعاونة التي تحقق الإنديا تحقق في مستدامة المستدامة اسمحوا للمرة أخرى أن أتقدم بالتعاونة بهذا الاحتفال بيوم الجمهورية وأتمنى للشعب الهند والحقومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشركة الاستراتيجية الممتدة مع الهند جاء ذلك خلال اللقاء الذي عاقده الرئيس السيسي مع وزير خارجية الهند في مجمع القصر الرئاسي بنيو ديلي حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الهند بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابية خاصة في ضل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر وعلى همش مشاركة في احتفالات يوم الجمهورية الهندي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة ضريح المهات مغندي حيث وضع إكليلا من الزهور وخلال الكلمة التي سجلها في سجل كبار الزوار أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل مؤكدا أنه شكل علامة فارقة في التاريخ الإنساني بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمسواة ونبد العنف وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية وأكد الرئيس السيسي أن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية مشيرا إلى أن مصر تتمسك بهذه المبادئ السامية عبر مختلف العصور والأزمان كما أكد رئيس أن مصر والهند تجمعهما روابط حضرية وتاريخية مشتركة وتتشبهان في التزامهم الراسخ بنشر الأمن والسلام أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستضيف قيمة كبيرة لقمة مجموعة العشرين جاء ذلك في لقاء خاص مع موفد التلفزيون المصري حيث أشدد الوزير على توافق الرؤى المشتركة بين البلدين تجاه القضايا الدولية مصر عندما تشارك في اجتماعات جي توانتي وقد شاركت من قبل عندما تولت الصين هذه المسئولية دائما تعبر عن صوت الدول النامية عن متطلباتها خصوصا خلال الأجواء الاقتصادية المتوترة الحالية والهدف بأن يتم إيجاد الأليات الملائمة لتوفير الفرصة أمام الدول النامية لتحقيق التنمية مع الأخذ في الاعتبار أن هناك قضايا يتم تناولها في مجموعة الجي توانتي كلها معنية بمنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وبالتأكيد أن صوت مصر والهند ودول مشاركة أخرى من العالم الدول البازغة ومهم أن يكون واضح ويعبر عن متطلبات واحتياجات مجموعة الدول النامية أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات كان من أهم المحاور الرئيسية التي تناولتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء الهند وأكد وزير الاتصالات تطلع الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهد إليها في مصر تصدر من خلالها خدماتها الرقمية وتوفر فرص عمل للشباب المصري القطاع الاتصالات التكنولوجيا المعلومات كان واحد من أهم المحاور الرئيسية التي نقشت في القمة بين فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي مودي الحقيقة أن فرص استثمار الشركات الهندية في مصر فرص واعدة نحن نتطلع لأن تقيم الشركات الهندية مراكز تعهيد لها في مصر تخلق فرص عمل للشباب المصري الذي بات متعمقا في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهدف هو أن ندعو الشركات الهندية لكي تقيم مراكز تعهيد لها في مصر تصدر خدمات رقمية من مصر وتخلق فرص عمل لشبابنا في مراكز تعهيد هذه موسيقى ترجمة نانسي قنقر عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي استهل الاجتماع بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وكذا تقديم التهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة عيد الشرطة معربا عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والتقدير الكامل لتضحياتهم مع أشقائهم في القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتح السيسي إلى الهند في توطيد العلاقة الثنائية بين البلدين كما أكد مدبولي أن قمة أبوظبي التي شارك فيها الرئيس السيسي منذ أيام كانت دليلا جديدا على حرص الزعماء العرب على التشاور وتنسيق الرؤى من منطلق القناعة بأن التأثيرات الإقليمية والعالمية تعد تحديات مشتركة وأن التعاون هو أساس عبور الأزمات وخلال الاجتماع الأسبوعية استعرض رئيس الوزراء تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر أوضح التقرير أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تنقصت أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوع من 9 إلى 15 من يناير الجاري بنسبة 9% مقارنة بالأسبوع السابق عليه في السياق ذاته أوضح التقرير أن نسبة الإيجابية في العينات التي تم تحليلها بالمعامل المركزية ومعامل المحافظات ترجعت إلى 4.3% من إجمالي العينات التي تم تحليلها لفيروس كورونا في الأسبوع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 21 من يناير وذلك مقارنة بنحو 4.8% خلال الأسبوع السابق عليها شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجول رئيس الوزراء في أرواق المعرض متفقدا عددا من أجنحة المؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة ومطالعا على ما يقدمه المعرض في دورته الحالية وأكد مدبولي مواصلة دعم الدولة لمعرض القاهرة الدولية لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها في الدوائر العربية والإقليمية رفق رئيس الوزراء خلال الجولة عدد من الوزراء والمسؤولين ووزيرة الثقافة الأردنية ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية التي تحل ضيف شرف للدورة الحالية للمعرض والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من ألف دور نشر من 53 دولة من بينها دول تشارك للمرة الأولى ولمزيدنا من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولية للكتاب مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ضعنا في تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء للمعرض وما يتميز وينفرد به المعرض في دورته هذا العام أهلا وسهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين انطلاقة قوية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين هذه النسخة التي تشهد تفاصيل كثيرة وجديدة الافتتاح اليوم كان بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ووزيرة الثقافة المصرية وأيضا وزيرة الثقافة الأردنية باعتبار أن المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف شرف هذه النسخ نتحدث عن 1047 دور نشر يشاركون من 53 دولة بفعاليات فنية وثقافية مختلفة نتواجد الآن بين عدد من الأجنحة الهامة داخل معرض الكتاب سأستعرضها مع حضراتكم من خلال هذه الجولة التي سنقوم بها جناح وزارة الداخلية الذي يعني يقدم خدمات كبيرة للزائرين هذه الخدمات تعبر عن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة الداخلية سواء بنتحدث عن الخدمات المرورية أو عن السجل المدني وكيفية أن يقوم بتنفيذ هذه الخدمات أما عن يمين هذا الجناح هو جناح المملكة الأردنية الهاشمية هذا الجناح الذي يعني تحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه النسخة بمشاركة 85 من الناشرين والمبدعين أيضا من الإصدارات والكتب المختلفة أما هذا الجناح فهو جناح وزارة الدفاع الذي يقدم الإصدارات المختلفة نتحدث عن التراث العسكري عن التاريخ عن الشخصيات العسكرية وشخصية جناح وزارة الدفاع المشير أحمد إسماعيل أحد قادة وعظماء حرب أكتوبر أما هذا الجناح فهو الجناح الخاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب التي تقدم هذا الجناح بتخفضات مناسبة للزوار أما الآن ولأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتواجد جناح المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذه المبادرة التي تواجدت لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب سيقدم هذا الجناح الخدمات المعرفية للجمهور سيتيح أيضا بعض الورش الحكي والمصرحيات للأطفال سيقدم للجمهور الخدمات التعرفية عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولا ننسى أن المعرض أيضا كرم أدباء وشعراء مصر على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير صلاح جهين شخصية هذا المعرض وأيضا الكاتب الكبير كامل كيلاني شخصية معرض الأطفال الذي سيقدم خدماتي للأطفال من الورش وأيضا الحكي وأيضا الرسوم والمصرحيات الموجودة هذه التفاصيل هي الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين وفي انتظار تشريف السادة المشاهدين بدءا من غد الخميس والآن عودة إليكم مرة أخرى أعربت السيد انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة مستشفى شفاء الأرمان لعلاج سرطان الأطفال وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أشهدت السيد انتصار السيسي بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر الذي يقدم أفضل رعاية للأطفال على أعلى مستوى ممكن وقدمت السيد انتصار السيسي تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن الأطفال وجهت السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية لرجال الشرطة وأمهات الشهداء وذلك بمناسبة الزكرة الوحادية والسبعين لعيد الشرطة وخلال تدوينة لها على حسبها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أكدت قرينة الرئيس أن هنا نستلهم من ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة أسمى معاني العزة والفخر والشجاعة مشيرة إلى أن أطال الشرطة قدموا عبر التاريخ أروع الأمثلة في التضحية من أجل حفظ أمن مصر واستقرارها بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكومة عليهم ممن استوفوا شروط العفو أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 2194 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 2194 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكومة عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة خلاص كل اللي فات انسا ومن بكرة اللي جاي حياة ومستحيل فيهم ترفض حياة أفضل أفرج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بعد فحص لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية لملفاتهم وملفات نزلاء آخرين للتأقود من انطباق شروط العفو عليهم لإتاحة الفرصة لهم لبداية حياة جديدة العفو اللي سيد الرئيس عملوا عشان يدينا فرصة جديدة للحياة ان احنا نرجع نعيش حياة طبيعية تاني وحب أشكر روزارة الدخلية على مراكز التأهيل اللي عملتها لنا لان احنا وقدنا فيها حياة كريمة بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ان ربنا قرمني وإسمي في العفو وخارجة لولادي والإخواتي والوالدتي أهم حاجة طبعاً نبدأ حياة جديدة وطريق جديد واني احنا تعلمنا من مراكز التأهيل وأصلاح كان بيعاملونا باحترام وقدمية والحمد لله اللي احنا توفقنا وتلقنا في العفو متى 25 يناير أنا بشكر الساد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيهتموه بنا وأنا بشكر الساد اللي أخو بيجعل الشرطة كل الصواهر وطيب وأنا ببدأ حياة جديدة أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم الذين أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء صحية أو اجتماعية أو تأهيلية معتبرين تلك المراكز نقلة نوعية وإنسانية وحضارية في منظومة السياسة العقابية نجحت في تأهيلهم وإصلاحهم للاندماج في المجتمع بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكر وزارة الداخلية والحمد لله اللي أنا طلع على الأهل والجي عشان أساعدهم برضو الحمد لله لأنه برضو ممكنش متوقع لنا ممكن أطلع في المنسبة تعافو عد الشرطة الحمد لله مركز الصح والتأهيل بيقدم لنا خدمة صحية كويسة وخدمة ثقافية ممتازة بحسوس أناش إن إحنا مسجونين وبيعملونا معاملة كويسة جدا وأنا كنت والله دخل بتعبانا برجلي تعالجتي منها جوة وربنا شفاني من الجوة في المستشفى لم تصنع التبير ويعني حاجة هتنفعني برد لأنه مطلع أعرف أصرف على أهلي وعيالي انطلق المفرج عنهم إلى حياتهم الجديدة حيث استقبلهم ذويهم بفرحة كبيرة معبرين عن شكرهم لرئيس الجمهورية على قرارات العفو التي تفتح لهم أبواب أمل وحياة الإفراج بالعفو فرصة مهمة تتاح للمفرج عنهم للبداية من جديد والاندماج في المجتمع معتمدين على ما تعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تطبق فيها أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان تأتي المناسبات الوطنية كعيد الشرطة فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز سواء ثقافيا أو تأهليا أو تعليميا ليبدأوا هذه الحياة الجديدة فالتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 675 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 266 طن مواد غزائية وغير غزائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 و40 طن وفي مجال عدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 181 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وغير الغزائية تم ضبط أكثر من 23 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 480 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضية التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 356 طن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفي تصريحاتنا الصحفية لواشنطن بوست شدد بلينكين على أن هدف الحرب الحالية هو منع روسيا من القدرة على شن عدوان في المستقبل أو إعادة تجميع صفوفها كما أكد الوزير الأمريكي أن روسيا تخشى من القوة الصاحقة لحلف شمال الأطلنطي مشيرا إلى أن بوتين يحتفظ بأسلحة متطورة تحسبا لدخول الحرب ضد ناتو من بينها قاذفات استراتيجية وأسلحة دقيقة التوجيه أعلن المستشار الألماني أولف شولتس أن بلاده تفاعل ما هو ضروري لدعم أوكرانيا من خلال الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد وخلال كلمته أمام مجلس النواب البوندستاك شدد شولتس على أن ألمانيا تريد منع تصعيد النزاع الذي قد يؤدي إلى اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي النيتو وكانت ألمانيا قد وافقت على إرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد أن قالت بريطانيا أنها سترسل دبابات تشالينجر 2 وضغطت بولندا من أجل موافقة برلين على إرسال دبابات ليوبارد 2 ألمانيا تصنع بعد تعرضها لضغوط طيلة أيام فتحت ألمانيا الطريقة للسماح للحلفاء بتسليم دبابات ليوبارد الثقيلة لأوكرانيا التي تطالب بها بإلحاح ووعدت بالرد بالسرعة اللازمة على طلب ورسو وخلال مؤتمر صحفي في برلين مع أمين عامح الفيناتو أكد وزير الدفاع الألماني أنه شجع صراحة الشركاء الذين يملكون الدبابات ليوبارد قابلة للتشغيل البدء بتدريب القوات الأوكرانية على استخدامها التصريحات الألمانية تعد تطورا في موقف برلين بينما تتعرض حكومة المستشار شواتلس لضغوط متزايدة وحتى الآن أعلنت فنلندا وبولندا أنهما على استعداد للقيام بذلك كما أرسلت وارسو التي تريد إنشاء تحالف مع الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد تو طلبا رسميا بهذا المعنى وبالنسبة لأوكرانيا يعد دعم الحلفاء الغربيين عسكريا وماليا أمرا بالغ الأهمية مشيرة إلى أنها بحاجة إلى مئات الدبابات الحديثة والأسلحة الأخرى وفي هذا السياق قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء بالاتحاد في المقابل شدد الكريملين على أن عمليات تسليم دبابات ليوبارد تو لكييف لن تأتي بأي خير على العلاقات بين روسيا وألمانيا مستقبلا مضيفا أنه سيترك ذلك أسرا لا يمحى في الوقت نفسه أوضح مراقبون أن هذه الدبابات ستساعد القوات الأوكرانية بشكل كبير على تصدي للقوات الروسية التي باتت تحرز بعض التقدم على الجبهة الشرقية لأوكرانيا أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يقري أي محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلانسكي منذ سنوات من جانب قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية استفزاز صارخ مؤكدا أنها ستكون هدفا للقوات الروسية وستقوم بتدميرها تأتي هذه التصريحات تعليقا على التقارير الإعلامية الأمريكية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن عن نقل من 30 إلى 50 دبابة أبرامز إلى كييف افتتح وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم ونظيره الجنوب السوداني بالمايدنج بحطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجاب الليمون في جوبة واصطح فاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحي وفي كلمتي بالاحتفالية عشار سويلم إلى انتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة التشغيل وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسبة ضفة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجاري المائية في المقابل أعربة وزير الرأي بجنوب السودان عن شكره لما تقدمه مصر من دعم بلاده خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق بزير الداخلية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ولجميع رجالها البواسل عيون الوطن الساهرة حفاظا على أمن واستقرار المواطن قال زين إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة في مواجهة العدوان وستظل جيلا بعد جيل نبراسا نستلهم منه روح الفداء والتضحية من أجل وطن غال له رجال بواسل يواصلون تضحياتهم العظيمة لذودي عنه عند أية مخاطر كما بعث بالتحية والتقدير والعرفان لأسر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى وذلك في إطار اهتمام التنسقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني تناولت الورشة عدة محاور منها دور القوى النعمة وتأثيرها المباشرة في بناء الأجيال وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الإلكترونية على صناعة المحتوى وكيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدولة اقتصاديا إضافة إلى إصلاح البنية التشريعية لتسهيل حركة الإبداع والفن ودور شركات الانتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة أهم أنباء الاقتصاد وفاطمة خديل إليك فاطمة شكرا ليلة شكرا أدى وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على الموطنين والمطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير أو تطبيق آلية للتسوية وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية تناول الاجتماع جهود دعم وتنمية الصادرات وذلك بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات وكذا تعزيز النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات وفتح المجال لفرص الاستثمارات في إنتاج المكونات والمدخلات المطلوبة لقطاع الصناعة المصرية وكذا الاهتمام بمجال الصناعات التكنولوجية في سوق المال أنهت البرصة المصرية التعاملات على صعود جماعي وسط دولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي للبرصة نحو 29 مليار و300 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 1082 تريليون و200 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية إي جي أكس 30 بنسبة 12.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط إي جي أكس 70 بنسبة 61.100% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة سجل مؤشر إي جي أكس 100 صعودا بنحو 71.100% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة ترجعت الأسهم الأوروبية حيث أثرت النتائج الضعيفة لشركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج على قطاع التكنولوجيا الأوسع نجحت مؤشرات في تحسين الأفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو في تغذية المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة وانخفض المؤشر ستاكس الأوروبي بنسبة 3 من 10% مسجلا ترجعا ليوم الثاني وكانت أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأكثر هبوطن مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لليلة وأدى لاستكمال ما تبقى من السلسة شكرا لك فاطمة فهذا نصل لنهاية نشرتنا ولما يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم العنويل رئيسة جمهورية الهند استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الجمهوري بن يودالهي رئيس الوزراء يفتتح معرض القهرة الدولي للكتاب في دورتها الرابعة والخمسة بلانكين يؤكد احتفاظ بوتن بأسلحة متطورة تحسبا لدخول الحرب ضد الناتو وبعد يؤكد ضرورة منع دلع حرب عالمية ثالثة شهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة